محمد الجارح صار معنا بالستوديو يا صباح الخير أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم حمد عرفنا أكثر عنك دراستك تخصصات أنا اسمي محمد الجارح دارس على النفس بسوريا بجامع الدمشق لأننا وقت أنا دخلت على جامع الدمشق كنا ندرس شيء اسمه عن النفس عام بعد 2010 ردم إدراج التخصصات المختلفة مثل التربية الخاصة أو معها التأهيل والنطق بعدين فتحوا في 2018 كلية النطق أنا درست على النفس عام بعدين تخصصت بشيء اسمه عن النفس ذوي الاحتياجات الخاصة هذا بيهتم بالجانب التأهيلي للأطفال مع اضطرابات نمائية شو يعني اضطرابات نمائية يعني الطفل عنده مراحل نمو معينة بمجالات مختلفة منها اللغة المعرفة الجانب الحركي الجانب الانفعالي الجانب الجسمي فهدول المجالات بيصير فيها اضطراب فبتضطرب ما بيصير يعني ما بيصير نمو الطفل نمو مثالي احنا مو منسميه نمو طبيعي ونمو غير طبيعي لا نمو مثالي ونمو غير مثالي هلا اشهر شيء الناس التعرف هو تأخروا اللغة نتيجة اضطراب الجانب اللغوي عند الاطفال بعدين من درست ماجستير بجامعة اسطنبول كمان اشتغلت بمجالة الصحة النفسية المختلفة كيف كانت خصوص الماجستير؟ علم نفس عام كمان نفس الشيء تماما لكن بجامعة اسطنبول امور مختلفة اكتر عن جامعة دمشق بجامعة اسطنبول بيهتم اكتر بالعلاج النفسي بنمو هذا الجانب اكتر بسبب قلة الكوادر صراحتان بالجانب النفسي بجانب التربية الخاصة بجانب التأهيلية بالجوانب التأهيلية الثانية اضطرينا لشغل بالجانب النفسي وبجانب المجالات النمائية واتوقع يمكن اجتمعوا بنفس الشخصية يعني بتعطي قوة يعني اكيد اي مشكلة مع طفل فبتحتاج لمختص نفسي وايضا حدا يختص ويدخل بموضوع تأخر اللغة او حتى اطفال التوحد مثل ما بنعرف اليوم ازادت نسبة اطفال التوحد وصار يعني كل ما بده حدا بيفتح التيك توك كلها انستجرام بعشرين ثاني بيشخص لك ابنك معه توحد ويمكن يكون الطفل ما فيه شيء يعني عين الله عليه بس ام حاضطه مثلا على التلفزيون او هو مثلا ما بيحده معه بالبيت يحكي فبدنا تطمينات منك شنو هي اعراض توحد اللي تفرقها عن موضوع الفقر البيئي او عن موضوع التأخر عن اقرانه هلا بداية اهم شيء انه نحن نعرف التطورات النمائية او الاضطرابات النمائية عفوا اضطرابات النمائية للأسفية تظهر بعض اعمار معينة يعني الطفل اذا كان عنا نحكي عن التوحد هلا حاليا كأشهر اضطراب نمائي موجود للأسف اضطراب التوحد بيظهر بعد يعني تقريبا السنة الثانية او السنة الثالثة هؤلاء الأعراض موجودة لكن تظهر بعد ثلاث سنوات بيشمل قصور بأربع مجالات كبيرة هاي المجالات تحت يعني تحت خطوط تحت خطوط تماما منها بصير في عنا قصور بالتواصل وليس باللغة قصور بعملية التواصل كاملة ما بيتطلع فينا تماما بتبدأ بالانتباه فهم اللغة فهم الإشارة استخدام الإشارة بتنتهي بالكلام واستخدام الكلام ثاني قصور بيصير في عنا قصور بالتفاعل الاجتماعي الشخص بيتعامل وكأني أنا غير موجود طفل او بيتعامل كأداة لتنفيذ رغباته الشغلة الثالثة اللي هي سلوك قهري بيقوم فيه الطفل أفعال قهرية لا إرادية بيقوم فيه الطفل منها الصف منها متابعة أمور منها تتحرك منها الرفرفة وجانب الرابع هو مشاكل بالجهاز الحسي نحن في عنا خمس حواس خارجية المعروفة والتنين داخلية واحدة مسؤولة عن التوازن واحدة مسؤولة عن وضع الجسم أنا أقعد على إرناي ما بقعد بشكل عشوائي حواسي تعمل تكامل فبقعد بطريقة مناسبة لجسمي هذول الحواس بيعملوا تكامل مع بعضهم البعض تماما بيشابهوا مثل أنا بدي أطلع على قارب فهالقارب حطيت رجلي عليه أنا فختل فعملت هيك توازلت هذا تكامل حسي هلأ بهذه الأربعة هذه المجارات الكبيرة بيكون في خلال هلأ زائد وهي نقطة تختير مهمة أنه تشخيص التوحد بتم بثمان سنوات ثمان سنوات ثمان سنوات طب ليش اختاروا ثمان سنوات هذا مو كلامي كلام الدي أس ام جمعين أمريكي لطباء النفسيين لأنه في أعراض كتيرة بتظهر مشابهة للتوحد لكن بتروح بتروح السؤال الذي يطرح نفسه أنت يا محمد شفت أطفال معينين قلت بقلبك أنه دول توحد وبعد فترة معينة مثلا اختلفت الأعراض أو خفت أو طلع شيء غير توحد بقل لك ايه موجود وكثير بالمقابل العكس مع الأسف شفنا أطفال طبيعيين حسيناهم بعد سنة سنتين بلجت الأعراض تظهروا بغوة هذا الحكي مو بس مع التوحد هذا الحكي مع معظم الاضطرابات النمائية هو خلل بتطور الجهاز العصبي نسبة توحد منتشرة صحيح لكن نسبة الاضطرابات النمائية أكتر طيب ليش لازالة النمائية هل لأنه كثير الأطفال عم يضوء تعلق تلفزيون ولا تلفزيون ما له علاقة هل لأنه اليوم الأهل ما حواليهم يعني أهلهم جيران عرب مثلا أهلي حوالي يحكوا مع هالطفل في حال أنا أجيت من شغل التعباني ولا في عوامل يعني أخرى الأهم عامل صراحة هو العامل الغذائي 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 للأهل للأسف العوامل الغذائية هذا نحن ما عم ناكل أكل صحي طبعا كله هرمون وكله أكل غير صحي أقل شيء سمن نحن اللي عم ناكل هاي سمن المهندرجة وكذا ما حتطلب مادة كيماوية تاني شيء كثير بعمل مؤسر هو التأخر والزواج كمان تلعب دور تأخر بالإنجاب بيأثر كثير على الأب وعلى الأم في عنا استخدام السوشال ميديا بكسر للأم أثناء الولادة أو للأب أثناء الولادة كثير مهم موقف عندي يا شباب يعني كيف يعني كثير مهم أنه لازم الأم كثير ما تستخدم السوشال ميديا أثناء الموبايل الموبايل هو تأثير تماما مثل تأثير الإدمان أنا قريت كتاب موجوده بمكتبة جريل اسمه كيف تقطع علاقة مع هاتفك هذا الكتاب مكتوب في 2015 مترجم في 2015 لا أعرف أنت مكتوب بيحكي عن كيفية الإدمان للتليفون هو وجود شغلي أنك أنت كمان عم تعمله ملمس فهو بيعمل شيء تماما مثل السيجارة ومقبول اجتماعيا فأنت عنده خيصار في حاجز ثاني كسرته فأنت صار دوبامين 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 بتصير أنت التواصل الطبيعي غير كافي بالنسبة لك بحاجة لأكثر بحاجة لتواصل أكثر هلأ في كتير ناس بتفضل تحكي على الواتساب أن تجي وتحكي حكي طبيعي عادي صحيح كتير أمراض طبعا هذا موضوع تاني كلية ممكن يعني نحكي عنه بجرائد وما يخلو الصراحة صحيح تبقى أثر على الصحة النفسية الحالة النفسية للأم الحالة النفسية للأب في شيء كمان كتير مهم أن الشيء اللي بعيشه بتحول لشيء فرجينية عندي يعني نحنا كسوريين مثلا عشتنا تجربة الغربة أو اللجوء هذا الشيء بتحول لشيء فرجينية أنا بنقله لا إراديا لأبني هذا كمان من العوامل المؤثرة أن التغذية بتلعب دور نمط المعيشة بتلعب دور عدم وجود أقران كمان بتلعب دور تماما يعني كل الأمور لعائلة الكبيرة أيضا مموجودة اختلاف اللغات واختلاف اللهجات يعني هذا كمان كتير وبالتالي نهتم أكتر شيء بأنه نحكي مع أطفال أنه يكون غذاء جيد غذاء إلي جيد مثلا غذاء طفلي جيد كمان طبعا يعني نهتم بأمور معينة كتير هي بتأسر صراحة طيب محمد بالعودة إليك أنت شخصيا شو الصعوبات العمل بهذا المجال اللي بواجهه بشكل يومي صراحة صعوبات العمل كثيرة جدا يعني صراحة ليش لأنه اللي بيشتغل هذا الشغل كحقيقة بيواجه صعوبات أما اللي بيشتغله مثلا على السوشال ميديا ما بيواجه صعوبة أنا خسير سهل أفتح فيديو وإحكيه بس أنه أقعد مع ولد عشر دقائق من دون تليفوني كثير صعب أول شي حالات الكثيرة حالات الكثيرة اللي صارت لات وطاق صراحة يعني اللي درجة بي أنه أنا بتذكر تماما أنا بلشتشغل كن سنة تانية جان عبدال 2011 كنا نبحث على طفل كان نحكي بسوريا نبحث على طفل بحث لأن أعمله دراسة حالي هلأ حاليا معدل وسطي خلينا نقول أنا آخر كل يوم تقريبا الأعداد كثير كبيرة الوعي الأهل بهذا الشي كمان كثير قليل للأسف كثير شغلة مهمة أنه الأهل ما يميزون بين الدكتور وبين الأخصائي يا جماعة الدكتور يشخص وللأسف يشخص بسرعة من دون بروتوكولات الأخصائي يعالج نحن شغلنا مع الأخصائيين ومع الدكاترا الدكتور ما سيعرف شغلنا نحن نعالج الشغلة نشوف وين مشكلة ونحط لحل أو منحاولنا إلى حل مشترك بيننا وبين الأهل الدكتور فقط يشخص يقول فيه ولا ما فيه تماما مثل المعالج الفيزيائي والدكتور العظمية الاثنين يشتغلون مع بعض يكاملون مع بعض لكن كل واحد يقول له اختصاص العداد الكثير عدم تعاون الأهل للأسف وجود شخص يا أم الأم يا أم الأب هو المسؤول يكون الأب أحيانا يكون رافض الأم أحيانا تكون متقبلة عوائق المادية كبيرة تلعب دور آخر عامل خليني أقول لك الحالة النفسية كمان للأهل تلعب دور مثل ما قالت المدام نور أنه مهم أن يكون واحد خصائي نفسي ومعالج بالترابعة نمائية هذا الكلام صحيح لأنه أحيانا يأتينا كثير أهالي أنا أعرف من كلام لأم من شكلها بأنه تعاني من اكتئاب مرضي نتيجة ابنه فهذا الشخص يسقون معه اكتئاب مرضي فهو غير قادر على اتخاذ أي قرار تقديم أي خدمة لطفله هذه الصعوبات في شكل عام بس أدي شعورك حلو لما تشتغل مع حالي وتطورت هذه الحالة أو شفيت يعني ما تشوف هيك طفل ممكن ما كان عم يحكي عايدينك أسبوع عن أسبوع صار يعني طفل طبيعي بتصير معك صح بتصير طبعا خليني أحكي المثال فيني أحكي من المثال معينة أنا سألت مرة كنت يعني كل شغل أكيد بيسبب أتعاب نفسية فالشخص بيقول أنا ما بدي أشتغل هذا الشغل نتيجة الأتعاب أنه تمام حتى لو في مقابل مادي بس أنه الحال راحة النفسية أو شعور الإنجاز هذا كثير مهم طبعا نحن شعور الإنجاز عنا خفيف لأنه ما فيه إنجاز واضح بعد سنوات لا يبين تلمسوا بدو فترة طويلة وفيه أشخاص بيعملوا شيء اسمه يعني بيروحوا من عند الدكتور لدكتور 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 ما بيخصنعوا فيك وآخر شيء نحن ما أن تتفق الناس على حبك ذلك أضربوا من الجنون لأن الناس لا تتتفقوا إلا على حب إلا على حب الشخص المجنون فأنا سألت أحد الأشخاص قلت له أنا أساوي هذه المهنة لكن بقلبي أنني أريد أن أغيرها أقل لي سواب عند رب العالمين أو لا أقل لي عسا أن تكره شيئا وهو خير لكم أقل لي أو أفن أفن أقل لي كتب عليكم القتال وهو خير لكم وعسا أن تكره شيئا وهو خير لكم القتال حتى الجهاد النفس ما ترغبه بس إذا ساويته بتحصل على سوا فهذا صراحة هاي الكلمة هي اللي بتطمن أنه أنا حتى لو إجتني أيام يعني بتتعب فيها بتذكر بأنه حتى هذا التعب إذا أنا قرنته مع النية اللازم وجل فهو في سوا إن شاء الله تعالى طبعا الفرحة كبيرة خصوصي يعني الدعوات أحيانا هي تطلع فجأة أي كمان مرة قالت لي أم الله يرزقك الجنة ونعيمها فصدقا يعني لمسد قلبي شو كانت حالة ابنها كيف تطور كان معه أزية دماغية أي أزية دماغية هو ما له توحجيني أزية دماغية بتعطي عارات شبيهها بالتوحج وتدد من أصعب الأنواع فعم تحكي على طفل مثلا ما كان يأشر أبدا كان إذا بدأ يأخذ الأنينة يأخذها فأنا علمته بس يأشر فهي فات على السوبر ماركت فقالت له شو بدك أعمل هيك قعد هون الأم صارت يعني بالجنة عن جد بنظرها فقالت لي أنه عمتلي أمات لي الله رزقك للجنة ونعيمها يعني هاي من الدعوات لعدد جلسات حسب الإصابة حسب الاضطراب اللي معه هلا إذا كان طفل معه بس تأخر لغة بيتعلمه بجلسة واحدة أحيانا هي كتير بتصير معنا بيجي الطفل بكون بس تأخر لغة أنا بتقصد علمه شغلة معينة قدام أهله فبيشوف الأهل آه اتعلم بنقول لهم هذا شغلنا نحنا ما عم نقيم أهل شو بيعملوا بيقيموا الشغل يلا بابا بأشر على هاي هذا أنا عم قيمه أنا ما عم علمه أنا سبدي علمه بيقيموا بسيكلوا إيده هيك وعمل له هيك مثلا وبيكون شغلة قريبة مثلا في طرق معينة في أخطاء يمكن كتير عم بتشوفه بمعنه أنت على تماث مباشر مع الأهل سواء الأب أو الأم أو حتى اثناناتهم مع بعض وبيسألك هل أنت بتفضل يكون الأب والأم مع بعض لما أثناء الجلسة الطفل هلا هو هذا يفضل إنه يكونوا اثناناتهم يكونوا اثناناتهم لكن أحيانا دائما بيكون شخص متقبل شخص ممتقبل شخص عم يعني من الاكتئاب شخص ما عم يعني طيب حلو هل مثلا لحظت بعض السلوكيات من الأهل الخاطئة هي سببت بمثلا إعاقة اللغة بأيضا يمكن بتراجع حالة الطفل فيه طبعا جاني مرة يعني أطفال كثير بيجوني مثلا جاني مرة طفل هو سليم ما في شيء بس أبو قرر فجأة أنه يترك والدته ويتزوج واحدة تانية متزوجة فترك زوجته أم الطفل وراح ليتزوجه فما تزوجته فما رجل عند زوجته قرر كما يروح على ألمانيا ما شاء الله فللأسف الولد ما في شيء هو بس نتيجة عدم موجود أهله عدم يعني كيد والدته كمان بحالة نفسية ترسلها طبعا فتراجع لمرحلة كتير كبيرة يعني وتراجع لمرحلة أنا ما عرفت شخصه صراحة تراجع من أي ناحية؟ يعني لغويا من مجالات النمائية اللي هي معرفيا لغويا حركيا يعني أمور كتيرة في عنا كمان أطفال كتير صدمة يعني هي مثلا صدمة ممكن تكون صابقة حلا هي بالسنوات الأولى تأثير كتير بيكون حساس خصوصي مثلا اعطانا التليفون للأطفال بالسنوات الأولى هذا فيه له دراسات كمان ممكن كمان نحط له حلقة كاملة هذا موضوع جدا مهم من القائمين عليه شخص دكتورة هي موجودة بسعودية اسم رانا الحريري عنده كتير مجال عنده كتير محاضرات عن هذا الموضوع كتير يعني مدمر للجانب العصبي هو المسؤول عن تطور الجهاز بشكل عام عن تطور الطفل فبيتقعد الطفل لساعات مثلا على التليفون أو بتعرض هيك مثلا أنه أبو ما له موجود أمو ما له موجودة الولد ما لعرفان شو اللي عم يصير عم يسمع كذا لغة عم يسمع عياط عم يسمع صريخ لكن التوحد لا ينتج لا ينتج أو التليفون هذا قطعا هو بيأتي منذ الخلقة يعني هو تماما هو شي شي فرجينية للأسف يا الأب حاملة يا الأم حاملت ما أصيبوا فيهم حملوا الطفل هذا التوحد الأساسي هلأ في عنا أعراض مرات تانية شبيهة ذكرناها شبيهة أو مثلا إصابة دماغية بتعطي أعراض شبيهة بالتوحد محمد حابب يسألك سؤال أنه هلأ بعصر السوشيال ميديا فيه مثل ما ذكرنا تشخيصات كثير عم تكون أشياء كثير خاطئة ممارسات خاطئة علاجات خاطئة حابب تحكي عن شي تصححه مثلا على الهواء تصححه على الهواء مثلا شي مرأة واسمعت فيه أو شفته على السوشيال ميديا تمام هلأ فيه شي اسمه العلاج بالدلفين بالدلفين للتوحد هذا غير مسبط علميا هو السباحة جيدة لألنة جيدة وللتوحد كمان جيدة أكيد لأنه يعاني من الرفرفة فالسباحة بتخليه بهد الرفرفة وثنين السباحة بتهدي جهاز العصبي أنا وتكون عم بنتظر على الدور بلاينا عم بعمل هيك صح هذه الحركة بتهدي الجهاز العصبي فالسباحة كمان بتهدي الجهاز العصبي فالسباحة هي بشكل عام جيدة لكن بالدلفين ما ثبت أي شي في شي اسمه فطر الأحمر الفطر الأحمر هذا بيطلع بإندونيسيا تماما مبدأه مثل البيع الهرمي إذا بتجيب زبون فبتربح فكذا فكمان هذا مكمل غزائي ما ثبت أي فعالية لكن بسبب الاستغلال الاستغلال المادي أنه أنا جيب بيشتري فبديجيب زبون فبيطلع لي نعم يجب قول والله ابن فلان شفياي من التوحدة عن طريق هذا الفطر والناس بتقول ناس وبالتالي بتنبيعه تماما هاي الشي التاني الشي التالي هو كمان لبن الجمال حليب الجمال كمان هذا غير مسبت في كثير شغلات أما الشي المسبت يعني النوعا ما هو الميتروبولوجي تحاليل ممكن نقوم فيها حتى لأنها بتفيد نحن في عنا أربع مراحل قولبة فبنشوف الأغزية المناسبة للطفل والأغزية المناسبة لأيلي مثلا تحليل اسمه تي اس ام أو ام تي سين سيت أنا الاختصاص هو الميتروبولوجي هذا بيجيب فائدة بس يعني مو الحمية كلها نفس الأطفال كل طفل بيختلف بيختلف حالة عن حالة قبل ختام بما أنه يعني كثير من السوريين اليوم موجودين ببلاد اللجوة توجد لغة ثانية ونحن أكيد نحب أطفال يحكوا عربي ونتعلموا أيضا اللغة البلد الموضيف كيف لازم أتعامل مع طفلي منذ البداية هل لازم أحكي معهم فقط باللغة العربية ومثلا إذا راح على حضانة أو مدرسة يتعلم هاي اللغة ولا لا أنت مع تعدد لغات مع بعض أولا خلينا نعرف أن القدرة اللغوية هي بقدرة تجي مثل تماما يعني طلاقة اللغوية خلينا نقول هي يعني هي تجي من رب العالمين في أطفال اللاقي عندهم قدرة لغوية طلاقة لغوية أنا مرة عليها أطفال بتقول له صورة الفاتحة مرة واحدة ثاني مرة ثالث مرة بيكون آيدة تبارك الرحمة تماما فهدول الأطفال هدول ممكن إنه نحنا إذا عندهم طلاقة لغوية ممكن نعمله دغري لغتين وثلاثة حتى يعني ثلاثة صعب بس ممكن لغتين بأي عمر تقريبا نقدر نحدد طلاقة حسب الطفل هلا أنا مرة علي مرة طفلة كان عمره سنتين بتحكي إنجليزي وعربي ممتاز أبوه بحاكية عربي وأم بتحكيها إنجليزي البنت اللي حالي عمرها أربعة سنتين بتحكي إنجليزي وعربي لغة أم بس هي باين عليها من السنتين بالمقابل في طفل تاني ما عم يحكي تأخر حكيه حق كلمة واحدة كلمتين هذا قولا واحد اللغة واحدة ما في مجال أبدا للمناقش يعني حسب حالته حسب الحالة تماما يعطيك مؤشرات يعني هو الطفل بعدين هلأ ممكن إذا اكتسب الطفل اللغة الأم ممكن يركب عليها لغة تانية هذا الشي الصحيح اكتسبنا يعني قواعديا اللغة العربية وبعدين بياخد لغة تانية وبعدين بيكتسب اللغة التانية هلأ بضيف شيء أيها من ما نخطو بصراحة يعني استمتعنا بالحديث معك وكان صغيرة مميزة شكرا شكرا ليلك محمد جارح مختص بمعارسة الاضطرابات النمائية والسلوكية نهارك سعيد نهارك سعيد